اشتركوا في القناة بسيلي موجود كاملا على القناة مستر حمد فتحي من التيم بتاعنا راجل ما شاء الله لقوت الابلاع على مادة علمية قوية جدا حال الكل سؤال بالتفصيل ربنا ينفع بي وينفع بيكم ان شاء الله بسم الله ربنا عليك توكلنا وإليك قربنا وإليك المصير رب شرح لي صدري ويسلي أمري وحل العقدة من لساني يفقه وقولي اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم السؤال الأولانة بيقول لي يتعرض ملف دائري مساحته ايه لمجال مغناطيسي عمودي يبقى الوضع البداية كان وضع عمودي على كسافة فيدو بي فإذا تنقصت حصل تغير في الفيد إلى الربع يعني بي واحد كان اسمها بي وبي اتنين اسمها ربع بي وخلي بالك قلت إلى الربع ما قالش بمقدار الربع خلال اتنين سانية فإن القوة الدفعة القهربية المستحسة اليمف المستحسة المتولدة هتساوي سالب ان دلتا بي مضروبة في المساحة اللي هي دلتا فاي مقسومة على دلتا تي يبقى هتساوي سالب ملف وعملولي على شكل حلقة ان بتساوي الواحد دلتا بي عبارة عن بي اتنين اللي هي ربع بي ناقص بي واحد اللي هي اسمها بي المساحة اسمها ايه والزمن الراجل قال لي خلال سانيتين لو جينا شفنا الحزبة دي ربع تشيل منه واحد يتفضل سالب تلتا اربع يعني انا عندي دية عاملة معايا سالب تلتا اربع وسالب في سالب بموجب فالبسطة هيبقى تلاتة على الاربعة عبارة عن البي مضروبة في الايه مقسومة على الاتنين لو جينا حسبنا الحزبادية قادي التلاتة وقادي البي وقادي الايه واربعة في اتنين بتمانية يعني لو شفنا الاختيارات هتبقى تلاتة اي بي على التمانية وهي دي الاجابة الصح وعايز ااكد على حضرتك ان الامف سالب ان هي دلتا فاي على دلتا تي والدلتا فاي هنا عبارة عن الايه في الدلتا بي لان اللي اتغيرت كسافة الفيد وكانت المساحة سابتة لان الراجل قال لي تناقصت كسافة الفيد السؤال اللي بعده بيقول لي يتحرك مغناطيس نحو ملف بسرعة فيه اي مما يلي يظل سابت اذا تحرك المغناطيس بسرعة اتنين فيه ده سؤال جميل ينفع يتكتب عليه عشرين اربعة وعشرين ان شاء الله صلي على حبيبك النار اولا الامف المستحسة الامف المتولدة سالم ان دلتا فاي على دلتا تي يعني الزمن داخل في اللعبة فلما السرعة هتزيد للضعف دية هتزيد وطالما الاي اما اف هتزيد شدة الطيار هيزيد وطالما السرعة زادت المعدل الزمن للتغير للفيد زاد اللي هو دلتا فاي على دلتا تي يتفضل عندي الشحنة ايه سر المعلومة في الشحنة القانون ده انا عملتولك في المذكرة كيو فقار بتساوي سالم ان في دلتا فاي يعني الشحنة القهربية اللي موجودة جوه الاسلاك ملهاش علاقة بالزمن بتعتمد على المقاومة وبتعتمد على تغير الفيد يعني السؤال ده هتبقى ايجابته الشحنة القهربية سؤال مهم جدا سؤال اللي بعده في الحس القهرب مغناطيسي الشحنة المستحثة في ملف تتوقف على لسه كان بيني قانون كيو فقار بتساوي سالم ان في دلتا فاي يبقى تعتمد على مقاومة الدايرة والتغير في الفيد وكان المفروض يحط عدد لفات الملف يعني الاجابة ان شاء الله هتبقى الف السؤال اللي بعده بيقول لي في الشكل المقابل ملف دائري مكون من متين لفة اداني عدد اللفات وضع افقين زي ما احنا شايفين يتحرك القطب الشمالي نازل لي تغير الفيد من ادي فاي وان الى و ادي فاي تو خلال و ادي زمن التغير احسب متوسط ال اي ام اف اول طلب عايز ال اي ام اف يلا يا معايا ميسنا ده يا جميلة هيبقى سالب ان دلتا فاي اللي هي فاي اتنين مليني بقى الارقام ناقص فاي واحد على الدلتاتي يا بركة بسم الله سالب يبقى عندي الان بمتين يبقى سالب متين تسلميلي يا غالية يلا فاي اتنين عامل كم يبقى فاي اتنين عامل معانا اربعة من عشرة في عشرة قص سالب ثلاث نحطه بين قصي ناقص فاي وان كم يا امر اتنين ونص في عشرة قص سالب ثلاث ربنا يسعيدك يا ناد الزمن كم يا حبيبتي اله يكبر بخاطرك يلا حسبتي على الالة غلط زي كل مرة وليلي الحزبة كم شطرة واحد ويه واحد وخمسة من مية فولت يبقى اول حاجة السؤال المقالي جبنا هنا الامف والاجابة على عهدة ميس نادا واحد وخمسة من مية فولت واللي يحسب معانا حزبة وطلعت رقم غرداء يكتب لقى في الكومنتات عايز كله يتكلم على نادا الطلب اللي بعده ام قال لي وضح بالرسم اتجاه الطيار طلب انا داخل بالان تبقى اللي قاعدة لينز لازم هعمله ان فالطيار هيمشي عكس عقارب الساعة تبقى اللي قاعدة لينز ايه اللي هيحصل للقوة الدفعة اذا اسقط المغناطيس خلال ملف بسرعة اكبر يبقى لما السرعة تزيد المعدل الزمن اللي تغيره الفضاء هيزيد فاليمف هتزداد تبقى للعلاقة ان الام اف قانون فردي بتتناسب مع المعدل الزمن اللي تغير الفيد يعني دلتا فاي على دلتا تي بسم الله السؤال اللي بعده بيقول لي سلك مستقيم طوله معطيات يتحرك بسرعة ها 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 في اتجاه في اتجاه يعيني 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 في اتجاه موازي اوعى تقول لي السلك موضوع ازاي جمال حسامية خليلية قل السلك بيتحرك ازاي طالما اتحرك باتجاه موازي والله ما انا مكمل السؤال الاجابة هتبقى صف السؤال اللي معانا بيقول لي انا عايز بشكل صحيح اتجاه السرعة انهي رسمة من دول صحة ادي المجال المجال على شكل نقط خارج من الصفحة الحركة الى اعلى فالطيار هيمشي كده طيار بيقى مفروض يمشي كده جوه السلك من الاقل الى الاعلى فطبعا الف غلط كله عارف ان احنا بنطبق فيلم لليد اليومنا ايه دي المجال الحركة الى اسفل فبرضو دي يد غلط لان الطيار يمشي من الاقل للاعلى جوه السلك لان السلك شغال كأنه بطارية واتجاه الطيار جوه البطارية من الاقل للاعلى من السالب للمجال طبعا دي يتلا هتبقى صح ادي المجال ادي الحركة ادي الطيار ماشى جوه السلك من الجهد الاقل الى الجهد الاعلى الاجابة جي سؤال اللي بعد بيقول لي سلك افق اي بي يسقط رأسيا خلال منطقة من الفيت اتجاهها عمودي على اتجاه الحركة شايفين حدد اي من ايه او بي له جهد القهربي اعلى لسه عاملين ادي المجال و ادي الحركة فالطيار ماشى الي كده الطيار هيمشي جوه السلك من الجهد الاقل الى الجهد الاعلى طبق القعدة ادي المجال الحركة الى اسفل ادي الطيار من الاقل للاعلى يعني يبقى ايه جهد سالب وبيه قطبة موجب يعني بيه الجهد اعلى وايه بفضل ربنا الجهد اقل سؤال اللي بعده بيقول لي انا عايز اعلى نقطة في دول في الجهد صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ادي المجال على شكل نقط وقادي الحركة السلك جاي ادي المجال نقط خارج من الصفحة وقادي الحركة الطيار في السلك من اسفل الى اعلى فالطيار ماشي لي في السلك من اسفل الى اعلى يعني ماشي لي من اقل نقطة جهد لاعلى نقطة جهد والسؤال في المذكرة ولو انت بتلقبط في النقط اعملها اكسات شاور لجوه ادي الحركة هيبقى كده وبعد كده عكسها يعني النقطة بي هي القطب الموجب اعلى جهد في الدايرة طبعا ورجعنا لكم تاني في مكان جديد ولبس جديد ويوم جديد لان السؤال دوت اللي احنا شرحناه قبل كده في المذكرة واحنا بنشرحه حصل افلف كل حاجة ما شاء الله قلت يا جماعة اللي بتفرج علينا هيكبر كده يقول الله هو اكبر الله يكرمكم وبتكبره لعله خير نسمى الله ونبدأ نشتغل السؤال بيقول لي اذا بدأ المجال المغناطيسي في التناقص يعني الاكسات قلت فلازم هيمر طيار يعمل اكسات عشان يمر طيار يعمل اكسات لازم يكون اتجاه الطيار مع عقارب الساعة فهيمشي في السلك ده الى اسفل ويكمل الدورة بتاعته ويمشي في السلك ده الى اعلى فالطيار اللي هيمشي في السلك ده الى اسفل لما انطبق قعدة انبير لليد اليمنى هيبقى هنا الى اسفل وهنا مجل الداخل هيعمل لي هنا اكسات ويعمل لي هنا نقط فالسلك ده هيتحرك من الفيد الاعلى للفيد الاقل هيتحرك الى يمين الصفحة ولما هيجي هنا الى اعلى هيعمل لي هنا اكسات ويعمل لي هنا نقط فالسلك ده برضه هيتحرك من الفيد الاعلى الى الفيد الاقل الى يسار الصفحة فهو كان عايز وصف حركة كل سلك قوعة تنسى ان السلك عشان يتحرك لازم يتحرك من فيد اعلى الى فيد اقل السؤال اللي بعده بيقول لي في الرسم المقابل تعالى نشوف الدايرة الاولانية وزع الطيار فالطيار هنا اتجاهه الى اسفل بعد ما نوزع الطيار نطبق قاعدة انبيل اليد اليومنا اه دي اتجاه الطيار في اللفات هيبقى هنا المجال على شكل ان وهنا على شكل اس فهو بيقول لي عايز اعرف اللي حصل الناحية التانية لحظة غلق الدائرة لحظة الغلق الطيار يتزايد الفيد يتزايد يعمل الملف الابتدائي وكأنه مغناطيس يقترب هيحس بيه الملف السانوي فهيقاوم التزايد في الفيد فلازم يعمل لي هنا ان ويعمل لي هنا اس لو طبقنا قاعدة انبيل لليد اليومنا هيبقى هنا الان يبقى قادي الان والطيار في اللفات الى اعلى يعني اتجاه الطيار في اللفات هنا الى اعلى ويبقى ماشي لي هنا كده المتأمن للمشهد لو حضرتك بصيت اتجاه الطيار فوق ماشي مع عقارب الساعة اتجاه الطيار تحت ماشي عكس عقارب الساعة حبيبي يا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم لان هنا لحظة الغلق فيد يتزايد طيار طيار يتزايد فيد يتزايد يولد قوة دفع كهربية مستحصة لحظية عكسية ويمر طيار كهربي مستحصة لحظة عكسي في عكس اتجاه الطيار الاصلي عشان قاوم التزايد في الفيد فلو جينا بصينا احنا هنا طبقنا امبير وبعد ما طبقنا امبير الملف ده حس الملف ده ان يقاوم التزايد في الفيد صلى على سن النبي صلى الله عليه وسلم السؤال جميل جدا 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 بيقول لي ملف دائري صغير محطوط ده مكون من لفة واحدة نص كتره خمسة سنتي ومقاومة سلكه عشرة اسسان لبتلاتة اوم محطوط في مركز ملف اكبر منه نص كتره خمسين سنتي طيار فيه بيتزايد من سفر الى تمانية امبير خلال عشرة اسسان بستة سانية عايزين الطيار المتولد في الملف الصغير بسم الله لو جينا مسكنا الملف الصغير اهو محطوط في مركز الملف الكبير اهو ادي الملف الكبير الملف ده الطيار فيه تزايد من سفر الى تمانية امبير والطيار بيتزايد هينشأ عنه مجال مغناطيسي يتزايد هيحس بيه الملف الصغير ويقاوم التزايد في الفيت فتتولد في هذا الملف قوة دفعة كهربية مستحسة لحظية عكسية ويمر في الدايرة دي طيار دي طيار قهربي مستحس لحظية عكسي في عكس اتجاه الطيار الاصلي عشان يقاوم الزياد يلا بينا نشوف طريقة التفكير الراجل قال لنا عايز الطيار المستحس اللي تولد في الملف الصغير يا بركة بسم الله اول خطوة في التفكير الطيار اللي تولد في الملف الصغير اللونه ازرق عبارة عن الـ EMF اللي تولدت في الملف الصغير اللونها ازرق على مقاومة الملف الصغير اللونها ازرق ودي خطوة واحد لو جينا تأملنا المشهد يا ميس ندا الراجل الداني المقاومة هنا ممكن تقول لي كام؟ الله يسعدك دنيا واخرى فالراجل الداني المقاومة فانت لو تأملت المشهد ده هتلاقي ان انت ما عندكش الـ EMF اللي تولدت في الملف الصغير يبقى تاني خطوة في التفكير انا محتاج الـ EMF القوة الدفعة القهربية المستحسة ودي متوسطة فتاني خطوة في التفكير هقول له الـ EMF اللي تولدت في الملف الصغير هتساوي سالب ان اللي هي سالب لنز عدد لفات الملف الصغير دلتا فاي ليه عبارة عن مساحة الملف الصغير دي زي ما هي سابتة دلتا بي هكتبها باللون اللحمر والحدي يفهم مقسومة على سالم ان دلتا فاي سالم ان دلتا فاي على دلتا تي على الزمن صلي على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم واحد يقول ليه ليه يحسام انت كتبت دلتا بي باللون اللحمر هقول لك لان الـ EMF اللي تولدت في الملف الصغير بسبب تغير كسافة الفيد او الفيد في الملف الكبير بسبب تغير الطيار لو جينا بصينا وميسنا ده هتقول لي عندنا عدد لفات الملف الصغير يا ميس بواحد لف وعندنا نصف كتر الملف الصغير ادهولك بخمسة سنتي صح كده اما الدلتا بي اللي جيالي من الملف الكبير مش موجودة الله 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 يبقى خطوة تلاتة في التفكير انا محتاج اجيب كسافة الفيد من الملف الكبير اللي هي تغير الفيد الراجل قال لي ملفي دائري حبيبي يا رسول الله صلوا عليه اللي هو ميو في حتة N في حتة I مقسومة عندي على 2R وعند حضرتك كسافة الفيد تغيرت عشان شدة التيار تغير الله ايش ياكا دي يا ولا يا حسان ايش ياكا دي واخد مالك يا حمدي خطوة واحد كأننا شغالين باب اول خطوة اتنين باب تالت خطوة تلاتة باب تاني يعني كأنك في المسألة دي عدت معايا على الباب الكام والباب الكام والباب الكام الباب الاول والباب ها التاني والباب الكام التالت طب لما نيجي نحيل طريقة الحل عكس طريقة التفكير اول خطو بسم الله هقول له كسافة الفيد اللي اتغيرت معانا ميوم وعامل النفذية اربعة بايفة عشرة والسلب سبعة عدد لفات الملف الكبير قال لي كام يا ميسناد عدد لفاته الملف الكبير برضو واحد لفة زي الملف الصغير يعني حلق او حلق ميو ان دلتا اي بص اللي اي كتب هو كان سفره بقى تمانية فدلتا اي عبارة عن اي اتنين ناقص اي واحد اللي هي تمانية ناقص سفر لما الطيار اتغير الفيد اتغير مقسومة على طوار الحائين يميس اديتو ونص كتر الملف الكبير رقم خمسين مضروفة عشرة اسسالة بيت اتنين عشان اخليها بالمين صح كده جبنا الدلتا بي يبقى اول حاجة روحنا للباب التاني التغير في كسفة الفيد سمعوني كان كام يا سدسة واحد وخمسة من الف فعشرة سالم خمسة الله يسعدك رجعت عليها ابو شعبان قول للرقم تاني كام واحد وخمسة من اي من مية ولا من الف حبيب ابو حمدي في كام يا باشا فعشرة قص سالم خمسة والوحدة تسلى ادي اول خطوة تاني خطوة او مجي رايح للباب التالت اجيب الام اف فالام اف يعني على هيسمعني للونها ازرق بتاعة الملف الصغير اوعدته مني هتساوي سالب ان عدد اللفات بواحد مساحة الملف الصغير هو على شكل دايرة حتة باي الار بتاعة الملف الصغير خمسة سمتي يبقى خمسة في عشرة قص سالب اتنين ولا ولا مساحة الدايرة باي ار تربيع يبقى خمسة في عشرة قص سالب اتنين تربيع مضروبة في الدلتا بي اللي انا جبتها من هنا اهو الام اف في سالب ان ايه في دلتا بي الرقم اللي جبنا من فوق بنعود بي هنا مقسومة على الدلتا تي الكلام دا حصل خلال قد ايه يا استاذ اله اله يكبر بخاطرك عشرة قص سالب ستة سالب جبنا الام اف حمود اقول الام اف عملة معانا كم تمانية وسبعين من الف جميل اوي ابو شعبان مظبط الكلام مع حمدي والوحدة هنا حتة فلطايا الخطوة التالتة الجميلة خالص الخطوة التالتة الجميلة خالص انا عايش شدة عشان نحفز على الالوان حتة الاي بتاع الملف الصغير عبارة عن حتة الام اف بتاعة الملف الصغير على مقاومة الملف الصغير حمود قال دلوقت ان هي عملة تمانية وسبعين من الف فولت وحتة الار الهان عملة عشرة قصة سالب ثلاثة ماما الله يتبر بخاطرك ودي عشرة قصة سالب ثلاثة اللي هي مقاومة الملف الصغير لما نقسمه دول على بعض تطلع الاجابة عملة كم تمانية وسبعين امبير تقريبا صلينا على النبي في بقى حاجة عايز اتناقش معاكم فيها حد جميل خالص يقول لي عندنا حل تاني تعالى مستر محمد معه تعالى كده نقش تعالى حبيبي يلا بينا ايه رأيك انت وإحنا بنحضر السؤال انت تلع بالشنطة ليه يا بني انت تلع كم سنة بعد زاكر سيب تعالى سيب الشنطة وتعالى يلا مستر محمد وانا بحل السؤال ده فانت روح تاني اقيل لك في طريقة تانية اللي هي ايه قول لي بقى اللي هي هو اللي حصل ده يا حماد حس ذاتي ولا متبادل في طريقة تانية ان احنا نخليها بقانون الحس الايه طب سمعلي كده حماد قانون الحس المتبادل نجيب الاماية اذا اللي هيحصل هنا يا حبيب ده حل ولا حل اخر حل اخر تعالى هستأذنكم نمسح دي نوسع الدنيا حل اخر قول لي يا عبو حميد معامل الحس المتبادل يلا بينا معامل النف زي ها عدد لفات الملف الاول طب حازين نحفظ على الوان بقى عدد لفات الملف الابتدائي اللي هو كان باللون الاحمريقة اللي هو كبير عدد لفات السنوي ان اتنين ايه كاما حميد اللي هي مساحة الملف السنوي اللي لونها ازرع 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 صغير على لو حلزوني بنقول اللي الابتدائي لو دقاري بنقول قطر الابتدائي اللي هي طو اروان اللي هو الملف الكبير بسم الله يبقى حتة الميو حتة معامل الحس المتبادل اللي هو ايه الميو اربعة باي فعشر قص سالب سمع عدد لفات الاولان وعدد لفات التاني واحد واحد مساحة الملف التاني اللي هو الصغير حتة باي في نص كتر الصغير خمسة في عشرة قص سالب اتنين الكل تربيع على كتر الملف الاولان اللي هي اتنين مضروبة في خمسين فعشرة قص سالب اتنين حمود العسلي قول لي ابو حمدي معامل الحس المتبادل عمل معايا كم تسعة ستة وتمانين فعشرة سالب تسعة واحدة واحدة تسعة علامة ستة وتمانين من مية فكام إله يكبر بخطرك بص بقى اللي جاي إذن بص بقى الامف اللي تولدت في الملف الصغير هتساوي معامل الحس المتبادل نتيجة تغير شدة الطيار بالنسبة للزمن في الملف الكبير يالله بينا نحسبوها يالله بينا نشوف الامايا هدي سالب لنزل عسر ودي الرقم بتاع الام فوق والدلت عامل معايا تمانية ناقص سفر بتمانية الزمن عامل معانا كاما بو نادا عشرة قص سالب ستة يالله حمود احسب لي الحزبة دي الامف طلعت بكام هي هي الله ولا سحر ولا شعوز حسبتها بالزبط ولا بتهبد استسلت هتطلع معانا الحمود برضو بيحب الحاجات دي بينجس ساحر حاوي يبقى الامف اتنين طلعت معانا التمانية وسبعين من الالف هاخدها اقسمها على الار اللي هي عاملة كاما دو دو هاخد التمانية وسبعين من الالف اقسمها على الار لعشرة والسلم تلاتة هجيب الار يعني عند حضرتك حلين الحل الاولاني قولها ابو حميد طبقنا الاول باب اول شد طيار فرق جهد على مقاومة طب انت هنا كان ناقص عندك الامف جبنا الامف من الباب الثالث لانها متوسطة تولدت بالحس المتبادل طب لقيت عندك ناقص التغير في كسافة الفيت جبنا التغير في كسافة الفيت ضربنا ميو ان دلتا اي على صح حمودة يبقى انت طبقت باب اول انت طلعت تعملي اه وطبقت باب ثالث وطبقت باب تاني تعال جبناها احنا واحنا عاديين تروحتين تولتلي في حل تاني ممكن امسر نجي بمعامل الحس السر في ان لو كان حلزوني يبقى طول الملف الحلزوني لو كان دائري يبقى قطر الملف الابتدائي اللي هو الملف الكبير اللي بدأ يبقى انت عندك نميو عدد لفات الابتدائي عدد يا قطر اللي بتلاقي لو كان دائري جبت الاماية عوضت في القانون طلعت نفس الناتج السؤال ده عالمي عالمي مش كسؤال عالمي كمرونة حل جزاك الله وخيرا شكرا نورت المحكمة اسئلة الدينامو بيقول لي بدأ من الوضع المبين من الشكل الوضع دوات الملف موازي يعني وضع القيمة العظمى بيقول لي انه هنا بدأ من القيمة العظمى باستدام واحد الاتجاه وهنا بدأ من القيمة العظمى باستدام متردد ارجع للرسمة فيها حلقتين معدنيتين طالما حلقتين معدنيتين يبقى وانا سايب ايدي الاجابة جيم لانه طيار متردد اما هنا لو كانت استوانة معدنية مشكوقة الى نصفين بينها مادة عزلة بسم الله الله عالسؤال ده الله عالسؤال ده تعالى بص معايا بيقول لي مولد قهرابي بسيط القوة دفع المستحصة اللحظية للمرة لجزر 3 على الاتنين من قيمتها العظمى هي المرة الاولانية جزر 3 على الاتنين يعني الزاوية 60 درجة للمساين 60 بجزر 3 على الاتنين هو قال للمرة التانية يا الله يا الله الولد اللي عايز يتعلم بص 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 المرة الاولانية اهي الزاوية عاملة معايا 60 درجة ام هو قال للمرة التانية جؤصادها يبقى انا لفت كمان 60 فالزاوية عاملة معايا هنا 120 من قيمتها العظمى بعد مرور 1 على 120 ثانية من بداية الدوران من الوضع العمودي يعني من وضع السفر فيكون التردد انا ايل لحضرتك وانت سايب ايدك الزاوية سيتا هتسوي 360 الف في الت التفكير المتسرع اللي مش هياخد باله هيعوض لي هنا ب60 اقول له مع نفسك يا عم البلاص الزاوية 120 لان دي المرة التانية هتسوي 360 هي هي الافاية انا عايزها الت عاملة معايا واحد على 120 ادي الواحد و ادي 120 صلينا على النبي المجول الاف يبقى انا عشان اجي بالاف بالراحة قالس هضرب 120 في 120 واللي يطلع اقسمه على 360 يبقى حتة الاف اللي باللون الاحمر يلا بينا عاملة معايا طرفين في وسطين 120 اتضربت في 120 واللي يطلع اتقسم على 360 بص اللي حصل 120 في 120 واللي طلعت اتقسم على 360 الحزمة دي تعمل معانا 40 هرتز ينا ده يبقى الاجابة ان شاء الله 40 هرتز وخلي بالك من كلمة المرة التانية السؤال السؤال اللي بعد لا 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 عايز اربعك اتفقوني تعالي انا شعب اللي تعالي ابو شعبان السكرة نجم فيديوهات تانية سنوي الراجل حالي الكتاب اللي امتحان كله وداخل على كتاب الاختبار قبل ما تحل سلح التلميذ قعد حمادة بص حمادة بقى انا عايزك ايه بص الساقبة بتاعة حسام البدر دي يقول لك يوضح الشكل الف ملف يدور بين كتباي مغناطيس في مولد كهرابي والطرفان تي واحد وتي اتنين دول المواصلان بدائرة كهربية خارجية بينما يوضح الشكل به تغير القوة الدفعة تعال نحل المشهد ابو حمادة هل الملف ده الراجل بدء الدوران لحظة البداية من الوضع العمودي احمد ولا الموازي الله ينور عليك ركز معاي من الوضع العمودي ولا الموازي حبيبي لان انا بدء هنا من وضع القيمة الايه يبقى انا عندي هنا وانا سايب ايدي لازم احل للمشهد ان الاي ماكسمال عملة معايا خمسة واربعين فولت كملة مولانا وراح جاي بعد ربع دورة وصل للسفر يا سايب خمسة واربعين فولت زعلن مني في حاجة ايا بنا نمرح طلبات حضرته بيقول لي اي النقاط بالشكل ايه ولا بي ولا سي تمثل القوة دفع القربية المستحسة بالملف عند مرور بالوضع العمودي هو انا قوي احمد لما بكون عمودي بكون قاطع خطوط الفيت ولا ده اسمه وضع الايه احمد بلاي ايه اسمه وضع الايه وضع السفر لان الايه زاوية الدوران هتساوي بس هنا مية وتمانين الوضع العمودي حماد اسمه وضع الايه الله ينور عليك وضع السفر يعني طب عايز اقول لك حتة حماد تعالها احنا كنا بنغني وضع البداية اسمه وضع الايه زاوية الدوران بتساوي طب لو انت وانا عارف ان انت البرانيس انت هنا بادئ من وضع القيمة عشان اوصل للسفر انا لفيت كم درجة الله فانت هنا لما تلف تسعين او عتتغفل هنا هتبقى سفر فلو جاء لحضرتك عند انهي نقطة عند انهي نقطة الايه مية في السفر قولا واحدا النقطة ايه طب زاوية الدوراني عندي يسيب كم درجة لان انت بادئ من الوضع الموازي فانا كنت موازي اخويا احمد عشان ابقى عمودي وابقى سفر لفيت كم هارش الحتة دي العيال التانية هيفكرها يا سفر يا يمر ولا المفتح او يقولك مية وتمانين قوله مية وتمانين عفيت الكابوك الصح كما شعبولي عسل لان انت بادئ من تسعين والدور عليهم تسعين تعمل معاك كم اخويا مية وتمانين ولا انت بادئ كم تسعين وهتحط عليهم كم تسعين وتسعين تبقى كم اذا هنا الراجل سأل عند انه نقطة امر بالوضع العمودي هقوله النقطة سي لو قالك زوية الدوران عند سي قال لما حد يهرشها انا درت عندي سي كم درجة بس تسعين درجة فخلي بالك هنا زوية الدوران عند سي عملة معانا تسعين درجة يا حبيبي يا رسول الله تيجي في الامتحاء طب بص اللي جاي يا ابو الشعبين اقرأ لي اوجد الزمن الذي يستغرقه الملف لتغير الكوة الدفعة المستحسة من خمسة واربعين الى اتنين وعشر ونص للمرة اقفيني اقرأ تاني الحتة دي شعبولي من خمسة واربعين بولت الى اتنين ونص يعني اقلت لك البلاس اللي بيتفرج اللي نبس للأكلوك واعدلي تحت اللحاف هيقولك اقلت للنس للمرة اللي قولها يعني الزاوية تلاتين درجة هو انا بدء من وضع الموازي طب يا يا ربنا يا ربنا انا كنت قيمة ايه يعني الزاوية هنا كم زميلي عايزها تبقى قيمة عزمة ولا نصها الله الله يعني هزود على التسع اقول لي يعني انا كده دي المرة الاولى ولا كأنها المرة التانية الله عليك اللي هي الزاوية عندها كم درجة هارش لان انت لو بدء من السفر كنت اختار التلاتين طب انا انا بدء من القيمة العظمة يبقى وانا نازل بتبقى نص القيمة العظمة للي هي الزاوية كم حبيبة شعبول من التسعين للمية وكام يبقى انت لفيت كام يا على جمالك يا على جمالك يعني الزاوية اللي هعوض بها كم درجة هتسوي التلتمية وستين في حتة الاف في حتة تي هو الراجل عايز الزمن خلاص جبنا الزاوية وقادة تلتمية وستين فاضل الاف الاقي كحول الزمن هنا كام ده عامل حركة سام هو في السؤال فايعلك هنا كام الرقم هل ده زمن نص دورة ولا قبل ما النص دورة تخلص بص بص زمن النص دورة فين الاتنين ده بالزمن الاتنين دوت اللي هي المسافة اللي اسمها ايه فالحتة ده عاملة كام الله طب وزمن النص دورة يبقى وحد ونص يبقى زمن الدورة كام لأ كام تلاتة ولا ولا تلاتة ايه يبقى هنا الاف بيبقى زمن دوري ولا مقلوب الزمن دوري الله يبقى ستين هتساوي تلتمية وستين حتة الاف سمعني حمد واحد على مقلوب الزمن دوري اللي هو تلاتة قل هالي في كم الهي رزقك باللي تسعدك يا حمد ودلعك كده زي ما انت مدلع الفيزيون نقص عندك حتة تيتي تعويض ايه يبقى هنقض ده نضربه في ده نقسمه على تلتمية وستين يبقى حتة تيتي يا دودو وقل ليلي يا بات هاخد التلاتة في عشرة اصي سلم تلاتة قل لها شعبولي هضربها في كا حبيبها يا شعبولي هقسمها على كا يلعبو 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 تطلع كم على الال يا دكتور هتطلع كم ثانية خليك دقيق يبقى هيطلع معايا الزمن خمسة في عشرة اصلاب اربعة ثانية بيقول لي ازا زادت سرعة دوران الملف ما تأثير ذلك على القوة الدفعة القهربية العظمى لما سرعة الدوران هتزيد الايام مافه هتزيد طب اوه لا 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 لما سرعة الدوران هتاي عدد الدورات في الثانية هاي التردد هاي ولا الزمن الدوري هاي ازا هنا القوة دفع العظمى هتزيد لكن الزمن الدوري هاي عشان التردد هاي زيد اله ربنا السرعة ودنيا واخرى وينفع بيك بس هيت تمزيك صح شعبول ايه رأيك فيه ربنا يحميني السؤال اللي بعده بيقول لي ملف مستطيل يدور حول محوره في مجال مغناطيسي كسافة فيه واحد تسلا ومسح اتواجه الملف 70 سنتيمتر مربع وبيعمل قد كده كل نص دقيقة وعدد لفات الملف انا بس عندي اعتراض على كلمة هو يدور 300 دوراء كل نص دقيقة بس ممكن كلمة لفة دي تغفل الطلبة يعني ممكن تلاقي دي تتكرر معاك هو هنا يدور 300 لفة يعني 300 دوراء اول حاجة عايز في العظمة كل الناس اللي مقاعدين معايا بقى مستر حمدي ومستر شعبان قولولي كده عندك البي ولا معندكش واحد تسلا حبيبة دودو يلا تدور عليك يا نادة عليلي صوتك طب والمساحة احلى نادة في الدنيا عدد الدورات ولا عدد اللفات عدد اللفات كم لفة ملاقش بقى بلاسي يعوضلي بال300 الامجا اتوفي حاجة البي بـ 22 على كام حتة الـ F هتتحسب ازاي هاخد الـ 300 دوراء هقسمهم على 30 سنة اذا انتبع معايا قولي حمودة بصوت عالي البي سمعوني يلا بكام عسل المساحة عاملة كام مستوى عالمي عدد عدد سمحهم عدد الله عدد اللفات عامل معايا 100 لفة التو مفاش حاجة الباي مفاش حاجة الـ F عدد الدورات عالزمن بالثواني هاخد الـ 300 هقسمها على النص دي طلع اول مطلوب عامل كام 44 يبقى اول مطلوب 44 تاني مطلوب طالب مني القيمة الفعالة هاخد القيمة العظمى هقسمها على جزر 2 فتاني مطلوب هاخد الـ E ماكسيموم اللي طلعت معاك اللي حمدي قال عليها 44 هقسمها على جزر 2 نقرأ الثالثة الفترة الزمنية بدءا من الوضع العمودي حتى تصل الى ولا 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 كام 22 يبقى هنا هعود بالزاوية 30 الله انا مش فارق معايا غير الاخيرة اول حاجة بيقول لنا انا عايز الفترة الزمنية لما توصل 22 حمودة حسبها لي هنا قال لي هي القيمة العظمى سمعني كام 44 طب بدءا من الوضع العمودي عشان توصل 22 انا الوضع العمودي حد يقول لي ده وضع السفر القيمة العظمى 44 معنى ان هي 22 يبقى انت عوضلي بالزاوية 30 بتسوي 360 مضروبه في حتة الاف انا عايز اجيب تي يبقى تي الله بنا حمودة فكرني هاخد 30 هقسمها على 360 حد يفكرني الاف كان الراجل قايل 300 لف على 30 صح كده كان الاف عامل كام يا نادة لما حسبنا 300 على 30 السفر راح مع السفر يبقى الاف 300 على 30 هيطلع معايا الزمن في الحالة دي كم كم حبيب يطلع معايا واحد على كم 120 سانية الله على الطلب التاني الله ولا 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 قالك سالب 22 يا ربنا يا ربنا يعني انا وصلت 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 السالب هنا 30 درجة بعد 180 يعني سالب 22 يعني قيمة عظم نص القيمة العظم في الاتجاه السالب يعني اللي فهمان عارف ان الزاوية هشتغل بيها 210 فهقول له 210 هتساوي 360 في الاف مضروبة في تي يبقى بتوفيق ربنا حتة تي هتساوي معايا المتين وعشرة هقسمها على 360 مضروبة في الاف اللي احنا هو هو 300 على 30 تطلع معايا كما معلمي سبعة على 120 سانية الجمال في السؤال ان انت ممكن تلاقي دي ان شاء الله في الامتحان سالب 22 يعني نص القيمة العظم اول مرة في الاتجاه السالب وانا هنا بقى من موقعي هذا عايز امسح الصبورة وفكر الناس المحترمة بحاجة شيكة حاجة الماظ ربنا ينفع بيها ان شاء الله صلوا على سيدنا النبي صلى عليه وسلم لو جينا قلت لحضراتكم الحركة دي وآه دي دورة كاملة نص القيمة العظم اول مرة في الاتجاه الموجب الزاوية هنا عملة معايا 30 درجة جزر 3 على 2 جزر 3 على 2 من القيمة العظم الزاوية عملة هنا 60 درجة القيمة العظم نفسها الزاوية عملة 90 درجة القيمة الفعالة تسوي القيمة العظم سمعني يا حمدي لو خدت الزاوية هنا عملة كم درجة 45 درجة طب نص القيمة العظم تاني مرة يبقى الزاوية 150 درجة طب جزر 3 على 2 تاني مرة الزاوية عملة 120 درجة طب نص القيمة العظم اول مرة في الاتجاه السالب الزاوية عملة 210 بس بشارط اكون بدء من وضع السفر عايز بقى اديك ملحوظة على السؤال بسم الله ادي لو الملف بدء من وضع السفر هنا وضع السفر الزاوية بتسوي سفر لو الزاوية عملة معاك 30 درجة يبقى ده نصف القيمة العظم اول مرة في الاتجاه المجد لو الزاوية عملة معاك 45 درجة تعال بقى يبقى 30 درجة القيمة العظم مقسومة على الاتنين 45 درجة يبقى دي وانت واقف كده القيمة الفعالة 60 درجة يبقى حضرتك دي عبارة عن جزر 3 على 2 من القيمة العظم طبعا مش محتاجة فقاقة 90 درجة يبقى دي القيمة العظم نروح الناحية التانية 120 درجة يبقى جزر 3 على 2 من القيمة العظم تاني مرة كامل ابو حساء لو جينا هنا قصاد دي خدنا 150 يبقى دي القيمة العظم مقسومة على 2 لو جيت بقى روح تواخد لك هنا 210 يبقى دي سالب القيمة العظم مقسومة على 2 يعني القيمة العظم اول مرة اللي للنص في الاتجاه السالب صليت على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم السؤال اللي بعد بيقول لي اي قيمة للقوة الدفعة القهربية لا 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 تساوي سفر قوة دفعة القهربية القهربية اللحظية عندما يكون الملف موازي لا دي عمرها ما هتساوي سفر لان دي هتساوي القيمة العظم اللي بعدها القوة الدفعة القهربية اللحظية عندما يكون مستوى الملف عمودي ده وضع السفر هو عايز واحدة لا تسوي سفر سؤال جميل خالص الإجابة هتبقى جيم السؤال اللي بعده ملف مكون من ميت لفة ومسحة مقطعه قد كده موضوع بحثته يصنع زاوية ستين مع اتجاه الفيت منتظم كسفته جزبه 3 أول حاجة عايزين الفيت حتة الدين سؤال جميل خالص هنجيب بقى صفحة فاضية وانت تقوليلي المعطيات أول حاجة عايز الفاي يبقى اول طلب انا عندي الفاي هيساوي البي في الايه في زاوية ميل الملفة على المجال كسفت الفيت عاملة كاما دودو جزر 3 مساحة الملفة عاملة كام يا بنتي 10 عشان هو الدهاني سنتيمتر مربع بص بقى الحركة اللي جاية السيتة هنا هي زاوية ميل الملفة على المجال هو ميل على المجال يلا بزاوية كم درجة يبقى انا هنا هعوض بالدغري خالص بصاين سيتيم لان ده قانون الفاي يبقى هنا صاين سيتيم جزر 3 على الاتنين خلي بال حضرتك انا في الطلب ده عوضت بصاين سيتيم طلع معايا لناتك كاما دودو 3 من 100 وبر 3 من 100 وبر اله ربنا يسعدك فالمطلوم الاولاني عمل 3 من 100 وبر واللي فرق معايا انا عوضت بالساين سيتيم قولي يا بنت ايه الطلب التاني الله 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 عزم الاسدواج كملي بس سؤال على بعضه عزم الاسدواج المؤثر على الملفة عندما يمر بي طيوركم يبقى عزم الاسدواج هيسوي حتة البي في حتة الاي في حتة الاي في حتة الان اي 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 في صاين زاوية الدوران انا ما يلبي ستين ولا 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 هعوض هنا بالتلاتين يعني كاني بجيب نصف القيمة العظمى الله اللي فهمان قولي يا بنتي حتة البي عاملة معايا جزر 3 حتة الاي عاملة كام هو قال 2 امبير حتة الان تغششتهالي هناك قولي هالي تاني معلاش يا بنتي الاي الاريا وحتة عدد اللفات عاملة معاك كام وقوعي تنسي ان انا هضرب في صاين 30 يعني كل ده مضروب معايا في نص طلع معايا عزم الاسدواج بكام اتنين جزر 3 عزم الاسدواج ولا وحدته نيوتن في متر ولا تكافئ الشول خلي بالك خلي بالك خلي بالك هنا اشتغلنا بصاين 60 لكن هنا اشتغلنا بصاين 30 لان في قانون الفات زاوية ملي الملفة عالمجال لكن هنا زاوية الدوران القوة الدفعة المستحصة عند قطع الطيور في الملف خلال 1 من 10 سنة طب ما ييجي طالب هنا يقول لك وناش عرفني دي متوسطة او لا لحظة ايه ترد عليه وتقول له ايه ايه الخلال الله طالما قال خلال يبقى دي ايه متوسطة حبيبة حمودة يبقى الام اف المتوسطة هتساوي ركز معايا حمدي سالب اين ركزها حمدي عشان عايزها كانة تعالي يا حمدي تعالي 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 دلتفاي على الدلتتي بصوا حمودة العسلية هيقول ايه سالب عدد اللفات بكام حمودة 100 لف وايه واعتنسى الارقاء الله الدلتفاي الطيور يتقطع ولا ما تقطع عشي عشي فلما الطيور بقى سف الفاي اتنين بقى سف اما الفاي واحد عبارة عن مين في مينة حمودة البي في الايه البي عملة معانا جزر تلات والاي احنا عارفينها اللي هي كم اللي هي ميتين فعشرة أس سالب اربعة كل ده الايه على الدلتتي اتقطع خلال كام حمدي واحد من عشرة سانية ندخل الحزبة دي على الالفة كده تاني كده اربعة وتلاتين علامة اله يرزقك يا معوض وطبعا اي ام اف تبقى الوحدة فولت شكرا يا مصر اتأكد لمن الحزبة بس غلط غلط يعني الرقم ده غلط ولا هي ماشي هقول كلمة اللي هي هتطلع معاك على الالة كام حمدي بالزبط عشرين جزر تلاتة عشرين جزر تلاتة فولت السؤال اللي وراه يكون الطيار المتولد في ملف الدين من المتواصل الطرفي ملفه بالمقوم المعدني جوه الملف بيبقى طيار متردد بينما يكون الطيار في الدائرة الخارجية هو ده الطيار الموحد الاتجاه ودي معلومة جميلة السؤال اللي بعده الله اهو ده ممكن تلاقيه في الامتحاء بيقول لي يمثل الشكل تغير الطيار القهراب المتولد من دين من المتردد مع الزمن اوجد السرعة الزوية والقيمة الفعالة لهذا الطيار اولا السرعة الزوية اللي هي الاميجا السؤال جميل خالص عبارة عن الطو في الباي مضروبة في الاف يبقى اول حاجة السرعة الزوية الطو باي اف الطو عندنا الباي يعني على اللي يرد علي اتنين وعشرين على كام على سبعة الاف اللي هو مقلوب الزمن الدوري الزمن الدوري هنا عشرين ملي ثانية يبقى الاف هنضرب في واحد على عشرين حد يسمعني فيه عشر قص سالم ثلاثة طلعت من كاما حمودة مية باي مية مية باي واقعى تنسى ان الوحدة راديان لكل سنية القيمة الفعالة للطيار هاخد القيمة العظمى اللي هي عبارة عن العشرين واسمها على جزر اثنين فالقيمة الفعالة سهلة خالص عبارة الاي افكتف عبارة عن الاي ماكسموم حد يسمعني صوته مقسومة على جزر اثنين فهتبقى الايجابة ان شاء الله عشرين على جزر اثنين يبقى هنا الطيار بقى مواحد الاتجاه استبدال الحلقتين المعدنيتين باستوانة معدنية مشكوقة لنصفين بينها مادة عزلة بس نخلي بالحضرتك ان الطيار قال للنصف يعني الامف اللي في الدائرة قالت للنصف فهو عمل تعديل في قيمة الايام مافي اما هنا الطيار اتعاكس يبقى لازم وصلنا بمحاول طب الطيار قال للنصف يبقى وصلنا بمحاول رافع للجهد واحد يقولي طب لما يتعاكس ليه لان فكرة العمل الحس المتبادل بين ملفين في المحاول وفيه السالب بتاع الانصف دي جميلة قوي 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 ممكن تلاقيها ان شاء الله في الامتحان ان انت هنا وصلت الدينمو بمحاول رافع للجهد رافع الجهد للضاع فالطيار قال للنصف بفرض طبعا ان المحاول مثالي السؤال اللي بعد لكي يحتفظ المحرك بعزم دوران ثابت اللي هو المطور هزود عدد الملفات يبقى الاجابة جيم دي معروفة المحاول القهرب السؤال ده بيقولي تتولد قوة دفعة مستحصة في الملف السنوي للمحاول بشكل اساسي فكرة عمل المحاول الحث المتبادل بين ملفين التي تعتمد على تغير الفيط يبقى الاجابة مجال مغناطيسي متغير السؤال اللي هنا جميل خالص موجود في المذكرة احفظوا لي بقى المعطيات بيقولي القدرة المتولدة من محطة قوة قهربية 100 كيلو واط بفرق جهد 200 فولت عند طرفي المحطة ويوجد محاول قهربي عند المحطة والنسبة ان عدد لفات ملفية 5 الى 1 اوجد كفاءة النقل اذا استخدمها لنقل هزير قدرة اسلاك مقومته خليك عارف البيانات بسم الله يبقى انا عندي محطة اديني معطيات المحطة الكدرة عند المحطة كام يبقى الباور بي عند المحطة 100 فعشرة كس 3 واط الجهد عند المحطة الجهد عند المحطة عامل معايا 200 فولت نقسم دولة على بعض نجيب طيار المحطة يبقى انا جبت الاي بي بتاع المحطة قولي لي عامل معايا كام يقسمي لي 100 فعشرة كس 3 على200 طلع معايا 500 امبير امديني حتة لطيفة ام قال لي خلي بال حضرتك عند المحطة فيه هنا محول هو قال لي محول وسكت طالما عند المحطة يا سادس عافية يبقى محول ايه عافية ده محول رافع للجهد عافية ده محول رافع طالما رافع للجهد هيقلل شد طيار قال لي يوجد عند المحطة محول النسبة بين ملفيه خمسة الى واحد يعني عافية لازم هنا بقى عارف ان عدد لفات الملف الثانوي اكبر من عدد لفات الملف الابتدائي والنسبة بينهم خمسة على واحد لان عند المحطة محول رافع للجهد يقلل شدة الطيار راح ايلي مقاومة الاسلاك كام يا استاذة اربعة ام قال بس اربعة ام بس كده طبعا الرقم مش منطقي يعني الرقم مش منطقي بس ماشي اربعة ام عايز كفاءة النقل يبقى انا هاجيب الاول الباور اس وبعد كده هاجيب كفاءة النقل عشان اجيب الباور اس لازم اجيب القدرة المفقودة في الاسلاك على هيئة حرارة القدرة المفقودة في الاسلاك على هيئة حرارة دخل هنا اي بي طلع لي هنا اي اس يبقى المفقودة في الاسلاك على هيئة حرارة هي عبارة عن الاس تربيع في ار اللي هي الطيار اللي ماشي في الاسلاك يبقى انا محتاج اول حاجة اجيب القدرة المفقودة في الاسلاك على هيئة حرارة اللي هي الباور هتساوي معانا اس تربيع طب انا عايز احسب الاس ده مضروبة في الار الاس هيساوي ايه بص الودي اللي فاهم اس على اي بي هتساوي ان بي على ان اس يا بركة بسم الله اس ده اللي انا عايزه اي بي ده اللي احنا حسبناه عامل معايا خمسمية ان بي على ان اس تبقى واحد على خمسة فيطلع معايا الاي اس لو ضربنا طرفين في وسطين واحد في خمسمية على خمسة يطلع بكام مئة امبير لان المحول الرافع للجهد وخفض للطيار يبقى القدرة اللي اتفقدت في الاسلاك على هيئة حرارة عبارة عن الاي اس تربيع مضروبة في الار الاي اس بمية يتربع يبقى مية تربيع مضروبة في الار اللي هي اربعة يبقى اللي اتفقد في الاسلاك على هيئة حرارة عاملة كم؟ اربعة في عشرة قصة اربعة وات يبقى القدرة اللي وصلت انا عندي الاصلية مية في عشرة قصة اتنين قولي لي اللي اتفقد هنا كم ملين الرقم اربعة في عشرة قصة اربعة صلي على حبيبك النبي هاخد المقدار الاصلي اطرحه من اللي اتفقد دي الدين اللي وصل اطرحي لي يلا مية في عشرة قصة تلاتة ناقص اربعة في عشرة قصة اربعة يطلع معايا هنا ستة في عشرة اصة اربعة الله ينور عليك كفاءة النقل وبارعان اللي انا حصلت عليه اللي هي القدرة اللي وصلت اللي هي الباور اس على القدرة الاصلية اللي هي الباور بي صلى على حبيبك النبي يبقى كفاءة النقل اللي هي الاي تها تساوي الباور اس اللي هي ستة في عشرة قصة اربعة على الباور بي اللي هي مية فعشرة قصة تلاتة هتطلع معانا بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى ستين في المية حابب اشرح لك حاجة بص يا بشا هجي لك هنا في الواسع فكرة السؤال ان انت عندك محطة وعندك هنا محول لازم تبقى عارف انه محول رافع وعندك هنا اسلاك دخلالي على مصنع او دخلالي على حاجة فالرجل بيقولك عايز كفاءة النقل تقوله كفاءة النقل هتساوي الباور اس على الباور بي طب احسب ازاي الباور اس الراجل الداني الباور بي عشان اجيب الباور اس اللي هي موجودة هنا لازم اجيب اللي اتفقد في الاسلاك على هيئة حرارة داخل هنا طيار اسمه اي بي يطلع لهنا اسمه اي اس يبقى هنا اي اس تربيع فقار ده اللي اتفقد هطرح الاصلي نقس اللي اتفقد اجيب اللي وصل واللي وصل اقسمه على هنا في المية اجيب الكفاءة لازم تبقى عارف حسبنا الاي اس من قانون اي اس على اي بي بيسوي ان بي على ان اس وكده اقول لحضرتك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ان شاء الله ان شاء الله الى اللقاء في حل اسئلة الباب الرابع اشتركوا في القناة